بسم الله الرحمن الرحيم. اعضاء مدونة ماكوتاك العرب. اهلا بكم. في صفت جميل اوي اوي النهاردة لراوتر تي داتا. هيتفتح فيه اوبشنات جميلة اوي. وهنشوفه سوا مع بعض. كل اللي هنعمله هنخش على النتورك بتاعنا. وهنفتح كده. وعايزين نضيف رينج اي بي. مئة اتنين وتسعمائة امين وستين واحد وط اي رقم. اي رقم. وبعدين تروح اقيل له اوكي. تمام? وتقول له اوكي اوكي. حلو اوي. كل اللي هنعمله هنفتح المتصفح بتاعنا اهو. طبعا بعد ما فكينا سوفت وير تي داتا او لو لسه ما فكتوش. خدوا السوفت وير وحطوا خلاص من خانة اوبجريت جوه. فهنكتب اي بي الراوتر مئة اتنين وتسعمائة اوين وستين واحد واحد. تمام? هيطلع لي كده. هقول له ادمن والباسورد ادمن. حتى لو بتاع تي داتا لسه على السوفت وير. هتفتحه وتخش بادمن والباسورد ادمن. بصوا شباب. عندي هنا في الادفانسد. الادمن ده فول يوزر. تمام? عندي هنا في الادفانسد. عايزين نشوف الكوايم اللي موجودة كده ما بتدعمش الفي بي ان. في حاجات كتير كده هتظهر معنا. خلينا كده شايفين الكوايم دي. احنا معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر تمام? والباسيك معي الوان واللان والوايرلس لان. لازم اعلم على الوايرلس لان افعله. ساعات بيطول معي التطويلة دي طيب. نشوف بقى الجديد النهاردة في السوفت وير اللي معنا هنفتح اخر حاجة دي خالص. منت منس دايو. بعدين اروح على الدفايز. وبعدين اروح على الفيرم وير ابجريد. فيرم وير ابجريد. اختيار الملفات. هروح على الدسك توب بتشوف الملف اللي انا ادتولك اللي اسمه تي داتا. تضغط عليه ضغطين. وتقول له سوفت وير ابجريد. بيقول لك طبعا هعمل ابجريد. من فضلك انتظرني اتنين دقيقة. طبعا ما ترزدش الروتر ولا تفصل الكهرباء عنه. وننتظر لما يرجع لي. تمام يا شباب كده. الروتر رجع لي اهو. بصوا بقى الحاجة الروعة اللي في السوفت وير اللي فعلا هتعجبك اوي خد بالك. ان فيه. السوفت وير فيه لغتين. السوفت وير فيه. لغتين. ادي اس ال واي فاي راوتر هواوي. ده احدى السوفت وير. فيه لغتين لو عايز الانجلش. او لو عايز الايه اليوناني تقريبا او حاجة زي كده. فهنخش بالادمن بتاعنا. وعايزين نتفرج على جمال وتحفت السوفت وير من جوه. دخلت انا بادمن ادمن. تمام? هروح على الادفانسد. اه بصوا شباب. لازم نعمل ريزيت يا اما من الديفايز. ريستور ديفولت سيتنج. يا اما تعمل ريزيت من جنب الباور. تمام يا شباب? اهو. يبقى احنا هنعمل له ايه? رجع لي الديفولت. تمام يا شباب بعد ما بعد ما رجع لو تلاحظوا ان الديفولت بتاعه ان الويرلس شغال. الديفولت بتاعه انا لقيت لمبة الويرلس شغال. في ايه? هنبدأ نفتح كده بقى واحد واحد وبعدين ادمن ادمن. زي ما اتفقنا. ادمن والباسورد ادمن. تمام? هخش كده على البيزيك هلاقي ان الديفولت بتاعه ان الويرلس مفاعل. وايرلس راوتر اهو. متفاعل طبعا احنا هنمسح الكلام ده ونكتب الايه? هنكتب الويرلس بتاعنا احنا. وده في الادفانسد. دخلتها شباب بصوا بقى. دي النقطة اللي بقع فيها ناس كتير اوي اوي بيقول لك الله ده نفس الكوايم وانا مش حارف الاقي اي حاجة. بصوا شباب. يا اما نخش كده على الاعدادات بتاعتنا. ونمسح. نمسح. عايزين نمسح ايه? عايزين نمسح الاعدادات. هنزرق الاعدادات المتقدمة. تمام? محق بيانات التصفح. همسح كل حاجة. تمام? يا اما الحل الاسهل ان انت تروح تفتح متصفح تاني. خلاص انا كده ايه? عملت مسح البيانات التصفح. عايزكوا تكونوا فاكرين الشكل اللي كنا شغالين عليه. طيب. نرجع كده نشتغل شباب. ونطلب المية تنين وتسعين. مية تمانية وستين واحد واحد. اللي مش هاعر فيه اعمل مسح بيانات التصفح. يفتح على ايه متصفح تاني. بصوا شباب. ظهر. ظهرت الشكل بقى غريب بقى. اللغة بقت اوكراني تقريبا. هنعمل انجليش. هنعمل انجليزة هيا. وبعدين هقول له ادمن. انا هدخل بالادمن. والباسورد ده منه. تمام يا شباب? واقول له لوج ان. ده خل. عايزين نتفرج على ايه الجديد اللي اللي جوه. لو رحنا. على الادفانسد. ظهر معايا حاجة اسمها بريدج بندنج. ظهر معايا حاجة اسمها بريدج بندنج. وظهر معايا خانت الفي بي ان. خانت الفي بي ان. وظهر معايا حاجة اسمها ويب سيرفر عشان لو انا مش عايز الراوتر يتفتح او انا بقى عارف البورت اللي هفتح بيه الراوتر محدش يدخل لي منه خالص. اهو قدامكو. تمام? زاد معايا حاجات كتير قوي. المنت مانس زي ما هو ادمن وفي اليوزر زي ما هو احنا عندنا يوزرين. تمام? تمام كده. هروح على البيزيك كده. ايه ده اهو اقدر انا برمجه لو انا هبرمجه على ايه? على لينك او تي داتا بعمله زيرو هنا الفي سي او اي زيرو. على خمسة وتلاتين. واختار ترابل بي او اي. تمام? ان اي بي تي زي ما هي اللي سي. دي لازم تكون اللي سي اوتو. وباكتب اليوزر نيم والباسورد. وباقول له ايه? ساب مت. طب لو عايز اعمله بريدج. لو ايه عايز اعمله بريدج. هروح رايح اعمله زيرو على خمسة وتلاتين. واقل له بريدج. واقول له ساب مت. لو ظهر معاك الرسالة دي اقول له انترنت. واقول له ساب مت. يبقى احنا عدلنا الايه? السيرفيس هو جايل لك الدولة بتاعته روسي. روسيا. الاس اس اي دي واحد. انا معاي اقدر اطلع اربع اربع ويرلس. فانا هبدأ على ده كده وهسمي اول واحد شادي. شادي واحد مثلا. وهنسيب ده زي ما هو الباند هنسيبه عشرين على اربعين. عشان يبقى كبير. لو في حاجات قديمة عندك مششغلة خليها على عشرين. يعني لو في لبات قديمة ممكن ما تشوفوش. خليها على عشرين. تمام? اللونج وبعدين هنختار اعلى وسيلة حماية اللي هي الاخرانية دي. وهنختار التيكي اي بي. وهكتب هنا باسورد مكون من تمن او تسع حروف على ارقام. وهقول له ساب مت. تمام? تمام يا شباب? واقول له ساب مت. تمام? ما نش عايز ويرلس بشيل العلامة دي. طيب عايز الكزا اسم اخش بقى الاس اس اي دي اتنين. وهسميه برضو واعمل له باسورد واعمل كل حاجة. يعني لو انتو اربعة في البيت وكل واحد عايز يعمل لنفسه باسورد باربع اسامي عادي بتعملها عادي خالص وبتقول له الاس اس اي دي بتحلم عليها علشان تزهر. تمام? طيب بالنسبة للناس اللي بتقول لك اه ده جميل ده ظهر فيه ظهر فيه حاجات اه ظهر فيه حاجات كتير او زيادة. بالنسبة للناس اللي بتقول لك ما بيسحبش اي بي اوتوماتيك. ما بيسحبش اي بي اوتوماتيك لما باشتغل. بص كبير. هتجيب قائمة اللام بتاعتك. تمام? وهتروح شايل العلامة دي واقيل له دي اتس بي ريلي. وتقول له ساب مت. وتيجي على التاني برضو تشيل العلامة دي. وتقول له ساب مت. وهكزا. انا يفضل ان انت تكتب الدي ان اسات. تمانيات مثلا. يفضل ان انت تكتب الدي ان اس. علشان الريسيفر او الموبايل او اي حاجة من دي تسحبه. تمام? وهقول له ساب مت. تمام كده شباب? طبعا لو عايز تغير اليوزر نيم والباسورد من الدفايز. لكن احنا شفنا الحاجات الجديدة اللي في السوفت وير دي. زائد ان الويرلس بقى اكوا كمان وافضل. وده الوان دي اس ال اللي بيبين لك اقدر يشيل قد ايه والحاجات دي كلها. تمام? الف شكر لك يا شباب. لو في اي حاجة جديدة بازن الله ظهرت هقول لكو عليها. سوفت وير جميل جدا ومميز. شكرا لكم والسلام عليكم.